كنا نتكلم عن الاكتفاء الذاتي وما تم في هذا الملف على وجه التحديد والنهاردة لما نتكلم عن اكتفاء ذاتي في ظل ما يحدث في العالم من أزمة في سلاسل الغذاء نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الوضع يختلف يعني خليني أخد من كلام حضرك الحياة كلام مهم جدا الدولة المصرية بقت بتنظر إلى قطاع زراع نظرة مختلفة تماما من أول 2014 نظرة شمولية مش نظرة تقليدية ما عدناش بنعتبر قطاع الزراع هو قطاع اقتصادي مهم صحيح هو قطاع اقتصادي مهم ومن أهم القطاعات بالنسبة للدولة المصرية وهو تاريخ وحضارة الدولة المصرية قائمة بشكل كبير على قطاع الزراع ولكن هو أيضا قطاع مؤثر مجتمعيا احنا سكان المناطق الريفية دول بيتأثروا بشكل كبير جدا بقطاع الزراع ويمكن الدولة خصصت مبادرة حياة كريمة اللي هي 700 مليار جنيه تقريبا وسيد الرئيس قال ممكن توصل لتريليون ده عشان نعمل تطوير لسكان المناطق الريفية ولكن الأهم والأشمل والأعام هو تحقيق الأمن الغزاء الموطنة لمصر علشان كده الدولة أنفقت مئات المليارات في تطوير وتحديث المنظومة الزراعية نستصلح أراضي جديدة نعمل مشروعات جديدة نزود المساحة المنتجة في مصر نعظم من إنتاجات الأراضي القديمة والمساحات المنتجة القديمة نوصل بأقصى استفادة ممكنة لوحدة الأرض والوحدة الماء مش هنعرف نعمل الكلام ده لو ما كانش عندنا بنية تحتية فالدولة أنفقت مليارات ومئات المليارات في البنية التحتية شبكة طرق عظيمة ربطت أجزاء كتير من الدولة وكان الناس بيسألوا ونحن بنعمل شبكة طرق ليه؟ ليه بنعمل محور الضبع ده الطريق ده مفيش عليه حركة كبيرة ده مفيش اهتمام به ده أسئلة كتيرا كانت بالناس بيقولوها دلوقتي شوفنا طريق محور الضبع ده بقى طريق محوري يطلع عليه 2 و 2 من 10 مليون فدان بيتم العمل على استصلاحهم دلوقتي مشروع الصواب الزراعي يعني الناس كانوا مش متخيلين مدى أهمية وقيمة الصواب الزراعي ما احنا عندنا الأراضي بتاعتنا بتنتج وكويسة لا الصواب الزراعية تسهمت شكل كبير جدا مش بس في توفير الغذاء وتوفير السلع السياء والسلع المطلوبة بالنسبة للمواطنين وتصدير ميفيد لنما كمان في إنتاج التقاوي وأصبح عندنا البرنامج القاومي لإنتاج تقوي الخضر والفاكهة لو رحنا ليه اللي حصل في ملف الخضر والفاكهة والتغير الكبير اللي حصل ونوصلنا للتصدير في محاصيل كتير ما كناش حتى عندنا اكتفاء ذاتي فيه علشان نوصل للتصدير الحمد لله احنا تقريبا عندنا دلوقتي اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضر الأساسية والفاكهة الأساسية تقريبا وبنصدر ميفيد وما يفيد ده خلنا ثلاث سنين واربعد نكون الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح مثلا الفراولة المجمدة الطماطم لنا مرتبة متقدمة البطاطس شهد الطفرة كبيرة جدا فيها جزء كبير جدا من حاصلات بأننا بنصدر فيها أكتر من 350 صنف بيتم تصديره لأكتر من 150 دولة حول العالم فده دليل ويؤكد على جودة وريادة الاقطاع الزراعي ولو كنا بصينا بشكل مختلف طب لو ما كانش ده حصل كنا بشكلنا عامل ازاي بعد أزمة كورونا بعد الأزمات الدولية والسياسية الموجودة وأزمات متلاحقة الحقيقة يعني العالم كله ما شمش نفسه من كورونا لقينا الأزمة الروسية الأوكرانية وبالتأكيد يؤثر على العالم كله ومصر جزء من العالم فمسألة استعداد الدولة المصرية على مر السنين اللي فاتت فرق معنا النهار طبعا لأن الدولة كانت بتنظر نظرة جدة لفكرة تطوير وتوفير الأمن الغزاء المواطنة لمصر الموضوع ده لقمة العيش بالضبط منظمة الأمح هو ما تم فيها من تطوير الثنة دي ومسألة اللي تم كمان مع الفلاحين حوافز وأسعار مناسبة للأمح من البداية وتحديد السعر من الأول علشان يتم التوريد في المواعيد اللي الدولة محددها علشان نقدر يعني ما يكونش عندنا أزمة في الرغيف العيش في جزئية الأمح دي تحديدا في شهر نوفمبر الماضي أول مرة الدولة المصرية في تاريخها كله تحدد سعر توريد الأمح قبل موسم الزراعة لأول مرة كانت تحصل لا كان فيه أزمات دولية ولا كان فيه حروب ولا كان فيه أي متغيرات موجودة حوالينا إنما الدولة المصرية أخذ القرار إنها تسعر الأمح قبل موسم الزراعة وده كان تحفيز للمزارعين ويمكن كان بزيادة السعر اللي كان محطوط كان بزيادة مجينية عن الموسم اللي قبله عن آخر موسم زراعنا فيه أمح وبعدين جينا بعد كده السيد الرئيس وجه إن احنا نحط حافز إضافي وكان فيه متابعة مستمرة مع الوزير بينزل متابعات مستمرة كل قائدات الوزارة بينزل متابعات مستمرة علشان نضمن أفضل انتاجة ممكنة لمحصول الأمح والحياة يعني هذا العام شهد طفرة كبيرة جدا احنا مقربين ويمكن من 4 مليون طن بيتم توريدهم فدي نهضة كبيرة بتحصل في محصول الأمح مساحات المنزرعة هذا العام تعتبر هي الأكبر احنا وصلنا مقربين على 3.7 مليون طن احنا بالضبط 3.659.000 فدان تم زراعاتهم هذا العام بمحصول القمح وده محصول استراتيجي مهم فده بيدي فرصة لمزيد من الاكتفاء الذاتي ان احنا نضمن مزيد من تلبية احتياجات المواطنين جنب بقى الحاجات اللي احنا قدرنا نوفرها محلي صحيح